اهلا بكم في قناة احمد ستوري قبل ما نبدأ فيلم النهاردة وما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بيبدأ فيلمنا النهاردة مع بنت في المرحلة الابتدائية اسمها ايما وبنشوف ايما وهي وقفة بتتفرج من شباك قدتها على قط بيغرق في نفورة البيت ولكن الغريب انها مش بتتأثر ولا بتخاف ولا حتى بتنزل علشان تنقذ القط وكل اللي تعمله هي انها بتقفل استطارة بكل هدوء وبتروح تكمل لبسها وبيبان ان ايما طالبة زكية ومنظمة وكمان متفوقة وده بيبان لنا من عدد الجوائز الكبير اللي بيكون موجود في القوضة بتاعتها وبتكون ايما عايشة مع والدها ديفيد لوحدهم بعد ما ممتها اتوفت وهي بتولدها وبتنزل ايما تفطر مع والدها وبتقول له كمان ان المدرسة عاملة مسابقة جديدة وفي المسابقة دي هيكرموا فيها الطالب المثالي على مستوى المدرسة كلها وبتكون ايما واثقة ان هي اللي هتفوز بالمسابقة دي فبيشجعها والدها وبيقول لها انه واثق فيها وفتفوقها وانه فخور باي انجاز هي بتحققه وفي الوقت ده بتوصل انجيلا اخت ديفيد وبتوقت تتكلم معي عن المعاد اللي كان هيقابل فيه صديقته علشان يتعرفوا على بعض فوقتها بتتداي ايما لانها بتكون مش عايزة زوجة اب ليها وبيتناقش ديفيد مع انجيلا في موضوع جاليسة الاطفال وانهم كمان لازم يلاقوا جاليسة اطفال جديدة لاما وده بعد ما جالستها اتصابت اصابة خطيرة جدا وتقعدت تماما عن العمل وفي الوقت ده بتقطعهم ايما وبتقول لهم ان فيه قط غرقان في النفورة فبيروح ديفيد وبيخرجوا من النفورة وبيواسي كمان بنته بيقول لها انه اكيد مات بسرعة وما حسش باي قلم ولكنه ما كانش يعرف ان ايما اساسا شافته وهو بيغرق وتجهلته من غير اي تعاطف معاه وفي اليوم ده بتقدر انجيلا انها تلاقي جاليسة اطفال لاما وبتعمل كمان مقابلة مع ديفيد وبيعرف ان اسمها كلوي وانها كانت رياضية سابقة ولكن بعد اصابتها باصابة خطيرة اعتزلت الرياضة وبتشتعل جاليسة اطفال وبيشوف ديفيد الملف بتاعها وبيلاقي انها ممتازة ومناسبة جدا مع بنته وعلشان كده بيوافق عليها وبيعرفها المعادة اللي هتبدأ فيه الشغل وفي نفس الوقت في المدرسة اثناء اليوم الدراسي بتدخل نحلة للفاصل وبترعب الطلاب كلهم فعلى طول بيقوم من اماكنهم مع دائما اللي بتتصرف بشجاعة وبتروح تحبس النحلة في كوباية وبعدها بتحررها من الشباك ولما بيسألها صديقها مايلو ازاي ما خفتش من النحلة بترد عليه وبتعرفه انها مجرد كائم ضعيف وانه مش بيهاجم البشر الا لما بيحس بالخطر وبتشوف المديرة قلس اللي بيحصل وبتستغرب من شجاعة طفلة في سنها وفي نفس اليوم في وقت الفصحة بتسمع اما واحدة من الطلاب بتتكلم عن الساعة بتاعتها وبتقول لها انها كانت هدية مميزة من اهلها وبترأيب اما البنت لحد ما بتقوم وراها وبتمثل انها بتخبط فيها من غير قص وبتتأسف لها كمان وبتساعدها انها تقوم وبتعمل كل ده علشان تشوفها المديرة وترشح اما للطالبة المثالية ولكن في نفس الوقت ده بتقدر اما انها تسرق الساعة من البنت من غير ما حد يلاحظ وبالليل بيدخل ديفيد يطمن على بنته وبعد ما بيخرج بنشوف اما وهي بتتدرب في المراية على طريقة ابتسامتها وبتتحك بشكل مخيف جدا وتاني يوم بيكون يوم حفلة تكريم الطلاب وبيجاهز ديفيد بنته علشان يروحوا للحفلة سوا وفي الحفلة بيكون مجتمع كل طلاب المدرسة واولياء امورهم وبتكون اما قاعدة بين الطلاب وواثقة من فوزها بميدالية الطالب المثالي لحد ما بتوصل لجائزة الطالب المثالي وساعتها بتتصدم اما لما بتنادي الاس على اسم مايلو وهنا بنشوف مايلو وهو بيفوز بجائزة الطالب المثالي للمدرسة وده لانه اكتر طالب متعاون مع اصحابه اما اما فيكون باين عليها الحقد الشديد وبعد الحفلة بيروح ديفيد يتكلم مع الاس وبيسألها عن اما اللي بترد عليه وبتقول له ان بنته حالة فريدة من نوعها وانها كمان ما صادفتش طالبة زيها طول سنين حياتها ولكن الغريب فيها انها دايما بردت المشاعر ومش بتخاف من اي حاجة بتخوف اي طفل في سنها ولكن ديفيد مش بيهتم بكلام الاس وبيعتبر انه متحف شجاعة بنته ولما بيتكلم ديفيد مع اما عن مايلو والجائزة بترد عليه وبتقول له ان اساسا مايلو ما يستحقش الجائزة دي وانها المفروض هي اللي كانت تفوز بيها فبيتدايق ديفيد من طريقتها وبيطلب منها تتأسف على كلامها ده وبعدها بتروح اما تلعب مع مايلو وبتاخده على تلة جنب البحيرة ووقتها بيخاف مايلو من الارتفاع علشان كده بيطلب منها ان هم يرجعوا للمدرسة ولكن اي ما مش بتهتم بطلبه وبيتزقه من فوق التلة وبترجع بعدها للمدرسة بسرعة قبل ما حد يلاحظ اختفاءها وفي الوقت ده بيشوف الاطفال مايلو في البحيرة وبيطلبوا المساعدة بسرعة ولكن للأسف لما بيخرجوا مايلو من البحيرة بيكتشفوا انه مات فبيرجع ديفيد البيت مع اي ما وهو حزين على موت مايلو وبيكلم انجيلا اخته بيقول لها ان اي ما مصدومة من اللي حصل لدرجة انها ما قدرتش تعبر باي رد فعل ولكن تاني يوم لما بيصحى ديفيد بيتفاجأ باي ما قادة بتفطر بكل هدوء فبيستغرب من برودها وتعملها بشكل طبيعي لدرجة انه بيسألها ازا كانت حابة تتكلم عن اللي حصل مبارح ولكن اي ما بتقوله ان مفيش حاجة علشان يتكلموا فيها وبتكمل كمان فطرها بشكل طبيعي جدا وفي نفس اليوم ده بتوصل كلوي وبيعرفها ديفيد على اي ما وبيطلب منها انها تهتم بيها لحد ما يخلص شغله برا البيت وفعلا بتقعد كلوي طول اليوم مع اي ما وبتمشى كمان في البيت لحد ما بتشوف صور لديفيد فبتقف وبتتفرج عليها وبيبان ان هي موجبة بيه وفي الوقت ده بتشوفها اي ما فبتمثل كلوي انها كانت بتقدل الصور وبعد ما بتنزل اي ما بتدخل كلوي لقودة ديفيد وبتسرق منها الادوية ولما بتنزل تقعد مع اي ما مرة تانية بتفاجئها اي ما ان هي شافتها وهي بتسرق وبتهددها ان هي لو ما نفذتش اي حاجة تطلبها منها هتقول لولدها علشان يطردها وساعتها بتخاف كلوي وبتعرف ان اي ما طفلة مش سهلة وانها مخادعة كبيرة وتاني يوم بيروح ديفيد مع اي ما لجنازة مايلو وبيكون كل الاطفال بعيطه على عكس اي ما اللي بتحاول تمثل الحزن وبتتكلم والدة مايلو مع ديفيد وبتقول انها كانت بتتمنى تلاقي المادالية علشان تتفنى مع ابنها ولكنها للاسف اختفت فبيخمن ديفيد انها ممكن تكون تحركت مع طيار المية ولكن في نفس اليوم واسناء ما كان ديفيد بيرتب قودة بنته بيظهر ان مادالية مايلو موجودة تحت سرير اي ما ولكن اي ما بتلحق ديفيد قبل ما يكتشف وجودها في الوقت المناسب وفي يوم كده بتيجي المديرة الاس مع محقق الشرطة لبيت ديفيد وبيطلبوا انهم يتكلموا مع اي ما لان اكتر من طالب شهد انها كانت اخر شخص موجود مع مايلو ولما بتسمع اي ما كلامهم بتتوتر جدا فبيتمثل انها وقعت على طبق وكسرته وبتتجرح ولما بتشوفها المديرة بتأجل المقابلة لوقت تاني واسناء ما كان ديفيد بيعالج جرحها بيسألها لو كانت شافت مايلو قبل اللي حصله ده ولا لأ فبتكذب اي ما وبتقول انها ما شفيتوش وبتقول كمان ان المديرة قلس كدابة وانها بتكتب وبتتهمها لانها بتكرهها فوقتها بيستغرب ديفيد من كلام اي ما لانها ولا مرة اشتاكت من المديرة وبعدها بتخرج كلوي لديفيد في ورشته الخاصة في البيت وبتتأسف له انها ما قدراش تنقذ اي ما قبل ما تقع ولكن ديفيد بيتفاهم موقفها وبيسمحها وبتطلب منه كلوي انها تدخن في الورشة ولكن ديفيد بيعرفها ان المكان مليان مواد مشتعلة وعلشان كده لازم تبعد اي نار عنه وفي اليوم ده بتخرج اي ما مع كلوي وبتتمشى في المدينة وبتتفعجق لما بتشوف المديرة قلس عند عيلة مايلو وبتتصدم اكتر لما بتلاقي كلوي بتكلمها وبتقول لها ان هم هيرفع قضية ضدها وده لانها كدبت عليهم وما قالتش الحقيقة وبرغم ان اي ما بتكون متوترة من كلام كلوي ولكنها بتقدر تمثل باحتراف انها مش فهمة معنى كلام كلوي اما كلوي فبتكون وثقة تماما ان اي ما لها ايد في اللي حصل لميلو وده علشان بتشوفها طفلة مش طبيعية وخطيرة وعلشان كده بترجع كلوي وبتفتح موضوع مايلو وبتقول لاما انها وثقة ان ليها ايد في موتو وبتعرفها انها لما تتمسك هيحطوها على كرسي كهرباء في السجن وهيستمروا في تعذيبها لحد ما تموت وبرغم ان اي ما بتكون مرعوبة الا انها بتكذب كلوي وبتقول لها كمان ان الكرسي الكهرابي ده مش للاطفال ولكن كلوي بتقدر تقنعها ان الشرطة عندها كرسي زي لون وردي لتعذيب الاطفال وهنا فعلا اي ما بتخاف وبتقرر انها لازم تتصرف في اسرع وقت وبعد دقايق بنكتشف ان خلية النحل اللي كانت موجودة في ورشة ديفيد اختفت في نفس الوقت اللي بتحس فيه المديرة الاس بنحلة بتتحرك على وشها لحد ما بتوصل لشعرها واذا بيخليها تترعب وتفقد توازنها بالعربية ولكنها بتقدر توقفها على اخر لحظة قبل ما تتقلب بيها وبنلاحظ ان خلية النحل اللي كانت في بيت ديفيد موجودة على الكرسي الخلفي في عربية الاس وفي الوقت ده بتكون كروي بتفتش فوضة اي ما وبتقدر توصل لمدالية مايلو اللي مخبية تحت السرير وبتربطها كمان لديفيد في الاباجورة علشان يعرف انها كانت مع اي ما ولكن لما بيوصل ديفيد وبيدخل لقوته ومش بيلاحظ وجودها وبتدخل اي ما علشان ترحب والدها وبتتصدم لما بيتشوف المدالية قدامها وعلشان كده بتتسحب وبتفكها قبل ما ديفيد يلاحظ اللي بتعمله ولكن ديفيد بيشوف حركتها في المراية وبيسألها عن اللي مخبية في ايديها ولما بتلاقي اي ما نفسها خلاص اتكشفت بتطلع المدالية لولدها وبيتصدم ديفيد لما بيشوف المدالية في ايديها وبيسألها ازاي وصلت لها فبتكذب اي ما وبتقول انها كانت بتلعب مع مايلو وانه هو اللي اداها المدالية علشان تلبسها ولكنها من بعدها ما شفيتوش ولا تعرف ايه اللي حصله ولكن ديفيد بيكون شكك في كلامها وعلشان كده بيخرج يفكر برا البيت وبيتصل على انجيلة اخته وبيطلب منها تحجز له معاد مع طبيب نفسي للاطفال علشان اي ما وفي طريقه بيشوف ديفيد حادثة على جنب الطريق ولكنه مش بيهتم بيها وتاني يوم بتكون اي ما بتتخاني مع كلوي لانها كشفت سرها قدام والدها ولكن كلوي بتكون مش مهتمة ولا خايفة منها وبتقول لها كمان انتي تستحق السجن وفي الوقت ده بينزل ديفيد وبياخد اي ما لبيت اهل مايلو وبتسلم كمان اي ما الماديليا لوالدة مايلو بتقول لها انها اخدت الماديليا من مايلو وقت ما كانوا بيلعبه وبتعتذر لها كمان علشان خبت الماديليا طول الوقت ده وهنا بيبانى على والدة مايلو الحزن الكبير وبتقول لديفيد انها متأثرة جدا من وفاة المديرة الاس فبيتصدم ديفيد لما بيسمع خبر وفاتها وبيعرف انهم لقوا خلية نحلة في عربيتها ودي كانت السبب الاول في وفاتها فوقتها بيعرف ديفيد ان العربية اللي شافها مبارح كانت عربية ألس فبتمثل إيمة انها مصدومة ومتأسرة من موت ألس وبتقول انها كمان كانت افضل مدرسة بالنسبة لها فبيستغرب ديفيد من كلام إيمة اللي تغير عن ألس وبيستغرب اكتر لما بتخرج من بيت مايلو وده لانها بمجرد ما بتخرج بترجع لطبيعتها وابتحك مع والدها ولما بيرجع ديفيد للبيت بيكتشف ان خلية الناحلة مش موجودة في الورشة وهنا بيتأكد ان إيمة لها ايد في اللي حصل لألس وعلشان كده بياخدها تاني يوم للدكتورة النفسية وبيتكلم ديفيد معاها قبل دخول إيمة وبيقولها انه حاسس ان بنته عندها ميول خاطيرة جدا وانها كمان برد المشاعر وبتقدر تتصنع اي احساس هي عايزها وبعدها بتدخل إيمة للجلسة النفسية وبطريقة احترافية بتقدر تمثل على الدكتورة انها طبيعية وما فيش اي حاجة عندها لدرجة ان الدكتورة فعلا بتصدق وبتطمن ديفيد وبتقول له ان بنته سليمة وبتمدع كمان فيها وفي زكاها وده اللي بيخلي ديفيد يطمن ويرتاح وبيرجع ديفيد للبيت وبيطلب من كلوي انها تطلع تقعد مع إيمة ولكن كلوي لما بتطلع لإيمة بتستفزدها بالكلام وبتقول له ان والدها معجب بيها وقريب كمان هيتجوزها ووقتها تكون زوجة والدها ومش هتقدر تخلص منها ابدا وده اللي بيعصب إيمة وبتروح وبتسأل والدها ازا كان فعلا معجب بكلوي وهيتجوزها ولكن ديفيد بينفي كل كلامها وبيخرج بسرعة من البيت لان بيكون عنده معاد مع صديقته وفي الوقت ده بتخرج كلوي وبتدور على إيمة ولكنها مش بتلاقيها في اي مكان في البيت وبتلاحظ كمان خيال في ورش ديفيد فبتعرف ان هي هناك ولكن لما بتدخل الورشة بتكتشف انها فاضية وفجأة بيتقفل باب على كلوي وبتتحبس في الورشة وفي لحظات بتشتعل كل المواد اللي في الورشة بسبب شرارة نار دخلت للمكان فبتسرخ كلوي وبتدور على أي مكان تخرج منه لحد ما بتشوف إيمة بتبصلها من وراء الشباك وهنا بتطلب منها كلوي المساعدة ولكن إيمة بتقف تتفرج عليها وهي بتموت بالبطيق وعلى وشها ابتسامة الانتصار ولما بيعرف ديفيد باللي حصل بيجرب سرعة على البيت وبيتطمن ان إيمة بخير ولكنه بيتصدم لما بيعرف ان كلوي ماتت في الحريق وبعد ما الشرطة بتمشي من البيت بيدخل ديفيد يتكلم مع إيمة وبيقول لها انه عارف ان هي صحية وانها كمان لهائية في اللي حصل لميلو واحتمال كبير كمان يكون لهائية في كل الجرائم وبيطمنها ديفيد ان مهما كان اللي عملته فهو هيسعدها علشان يخرجه من المشكلة بأقل الخسائر ووقتها بتصحى إيمة وبتتكلم معاه وبتعترف له كمان ان هي اللي زقت ميلو من فوق التلة ودل انه مكانش موافق يسيب لها المدالية ولما بيسألها عن مربيتها اللي قبل كلوي بتعترف ان هي برضو اللي وقعتها من فوق السلم لانها شدتها من ايديها واخيرا بتعترف باللي عملته في كلوي ودل انها كانت عارفة باللي عملته في ميلو وبتهددها به وبتقول لها كمان انها تتسين وهيعقبوها بالكرس الكهربائي والاول مرة بيشوف ديفيد بنته منفعلة وبتصرخ وبتقول له انها مش بتأذي حد إلا لما بيأذيها ومن صدمة ديفيد من كلام إيمة مش بيتكلم معاها وبيسيبها وبيخرج من القوضة ولما بيتصل به المحقق علشان يتكلم معاه ومع إيمة عن الحادثة بيقول له ديفيد ان إيمة محتاجة شوية وقت لانها تحت صدمة اللي حصل ده وتاني يوم بيسيب ديفيد وإيمة البيت وبيروحوا لبيت معزول في الغابة وهناك بيستقبلوا الحارس اللي بيكون صديق ديفيد وبيعرفوا كمان انه هيكون موجود في أي وقت يحتاجوا فيه وبيتكلم ديفيد مع أنجيلا وبيقول لها على كل اللي إيمة بتعمله ولكن أنجيلا بتكون مش مصدقة وبتقول إنها لسه مجرد طفلة صغيرة وبعدها بيتصل المحقق بديفيد وبيعرفوا إنهم لقوا دليل في مكان الحادثة وإده بيأكد إن الحريق كان بفعل فعل فوقتها بيقلق ديفيد لإن احتمال إن إيمة تتكشف في أي وقت وفي اليوم ده بيحلم ديفيد بكلوي وهي محروقة وإده بيخليه يصحى مرعوب وبيقرر يوقف اللي بيحصل ده ولكن إيمة بتكون مخططة لخطة تانية وبتستنى لما والدها بينام وبتقفل كل الشبابيك البيت وبيتشغل الغاز وبعدها بتخرج توقف قدام البحيرة وبتستنى والدها يموت مخنوق ولكن وقتها ديفيد بيصحى وبيلحق نفسه وبيقفل كل الغاز ولما بيشوف إيمة بيعرف إنها كانت قصدة تقتله فبيخرج وبيسألها عن سبب اللي عملته برغم إن ملهاش غيره فوقتها بتقوله إيمة بكل برود إنه لما يموت هتنتقل علشان تعيش مع عميتها أنجيلا فبيخدها ديفيد وبيدخل للبيت بدون ما يتناقش معها ولكنه بيقرر إنه لازم يتخلص من إيمة لإنها بتقذي نفسها وكل اللي حواليها وبيضحن ديفيد الحبوب المنومة وبيحطها في كوباية مشروب إيمة وبيروح وبيقعد معها وبيشربوا المشروب سوا وبعدها بتطلب إيمة من والدها إنه يفضل جنبها لحد ما تنام ولكنه بيرفض وبيخرج يتكلم مع أنجيلا وبيقولها كمان إن إيمة كانت بتحاول تقتله ولكن أنجيلا مش بتصدق كلامه وبتتهمه إنه بقى مريض نفسي وبالليل بنشوف إيمة وهي حتى مسدس والدها في إيده وموجهها عليه وده علشان تكون بصماته على المسدس وبكده تتقفل القضية إنه خلص على نفسه ولكنها بتغلط في تصويب السلاح وبتضرب الرصاصة جنب دماغه فوقتها بيصحى ديفيد من النوم وهو مرعوب وبيتفاجأ لما بيلاقي إن إيمة لسه عيشة فبتعرفوا إنها بدلت الكبيات وإنه هو اللي شرب المخدر ولإنه أكبر من إيمة فمش بتأثر عليه الحبوب بالشكل قوي فساعتها بيقوم ديفيد وبياخد المسدس علشان يخلص على إيمة ولكن إيمة بتسبقه وبتاخد التليفون وبتتصل بالشرطة وبتصرخ وهي بتقول إن والدها بيحاول يقتلها وبتجري كمان على الحمام وبتقفل على نفسها فبيخبط ديفيد على الباب لحد ما بيكسره ووقتها بيوصل حارس البيت وبيهدد ديفيد يسيب السلاح ولكن ديفيد بيكون رافض وبيقول إن إيمة لازم تموت علشان هي أشارة على كل اللي حواليها وقبل ما قتلها بقى فديفيد بيضربه الحارس طلقه في ظهره ووقتها بيقع ديفيد على الأرض وبيموت فورا وبتكون إيمة مستمرة في تمثليتها وبتصرخ بكل رعب وبتوصل للشرطة وبتاخد جوز ديفيد في نفس الوقت ده اللي بتوصل فيه أنجيلا وبتواسي كمان إيمة وبتقول لها إن والدها كان مضطرب نفسيا في آخر فترة وبتمثل إيمة إنها متأثرة بكل اللي حصل ده ولكن بمجرد ما بتحضنها أنجيلا بتظهر على ملامحها ابتسامة الشر وبكده بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة أتمنى تكونوا تبسطتوا معانا ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب واتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد أشوف بقى والشكو على خير سلام